يقول أحد الحكماء إذا كانت الأمة في إقبال خدمة الشهوات العقول وإذا كانت الأمة في إدبار خدمة العقول الشهوات السؤال هنا يعني ما المعيار الذي يقاس به تطور أو انحطاط الأمم إذا نقدر نتكلم عن التعليم عن العلاقة بالدين عن الفن في الصناعة نعم نعم حسنت سؤال تمنيت أن يكون هذا الحديث إلى أساتذة الجامعة لأنهم أحرى بأن يتحدثوه أو يستمعوه وأرجو أن يكون ذلك دائما وأبدا صياغة الأمم تمر عبر ثلاث حلقات الحلقة الأولى المبعث والمرجع ما الذي يبعثك أنت وإلى ماذا ترجع على سبيل المثال الصحابة رضا الله عليهم عندما حملوا مشعل الرسالة المحمدية إلى أسقاع الدنيا لماذا خرجوا من بيوتهم وتركوها وسافروا ولم يعودوا خرجوا يعني مزودين بقوله تعالى عوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله إذن هنا الحاكمية المنطلق هو الدين والمرجعية هو الدين إذن من هنا كانت تلك الأرواح قد قامت بواجبها من هذا الوازع الذي هو منطلق وأوبة واضح نعم إذن النقطة الأولى في الثلاث هو المرجعية أي المنطلق والمرجعية الشيء الثاني الشيء الثاني أن الذين يسيسون القوم يعني اللي هما صناع القرار إذا كانوا متحررين من قيود الآخر فإنهم سيستطيعون أن يحققون في دنيا تحقيق يعني النصاب الأمم الحية ما يمكن أن يتحقق الشيء الثالث أن الناس أنفسهم لا يكونون إمعات تأخذهم يمنة وتأخذهم يسر على سبيل المثال قد تجد مجتمعا فقيرا ولكنه يصنع بفقره ما لا يصنعه الغني بغناه يصنع ذاته من خلال منهجيته الدينية فيقرى القرآن ويصبح ذلكم الحرف القرآني لكأنما غذاء لروحه فيعني يشبعه عن كل نهم محتاجه في الحياة وهذا الذي حدث في الجزيرة الخضراء جزيرة في عيام الحكم السابق أراد أن يقتلها أنا في 98 وجدتها كقرية منكوبة ليس فيها شيء من أسباب التنمية ولكن 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 الرجال اللي هم الآباء يعني رجعوا إلى قرآنهم ماذا يفعلون بقرآنهم ينقبون فيه لكأنما هنا المنجم فسكبوه في قلوب أبنائه من سكابا فصارت مملكة القلوب كلها قرآن فأنت لو جئت للجزيرة مثلا تشعر بهدوء وسكينة لا تعرف من أين هذه لا شك هي من أثر القرآن فدويه وأنت إلى المسجد في الفجر من جانبي الطريق وعودتك أيضا تسمع ذلك الدوي لكأنما الملائكة هنا تحيط بذلك المكان فكيف للمكان أن يكون نشازا فرسموا بأرجولهم الحافية مناجم من ذهب المعرفة فلما فتحت عليهم الحياة أولئك الشباب أصبحوا الآن هم ملاك الأبراج في دار السلام وأصبحت الجزيرة الآن لكأنها بحيرة مال هكذا عائمة كما هي أيضا بحيرة في المحيط الهندي فأولئك الشباب هم الذين صنعوا بعد أن صنعهم القرآن عبر ذلكم الفقر الذي وظف ليكون إيجابيا